محمد يوسف محمد يوسف أهم من صاحبان منورنا منورك إزايك عامل إيه كله تمام كله تمام الحمد لله هبدأ شوية معاكم بالحتة بتاعت صاحبان وتقلقك في شخصية صاحبان وأنا فاكر لما كنا بنتكلم في التليفون من كذا يوم قلتلي حتى المشي أنا ما بقيتش عارف أتخلص منها ده حقيقي إيه سر إن الناس حبت صاحبان للدرجة دي صادق بسيط قريب من الناس صادق بسيط قريب من الناس والحاجات البسيطة دي أصعب بكتير من الحاجات الكمبليكس المكالكعة فكرة مثلا إن أنا التحدي بالنسبة لي في الدور ده قدي إيه أبان إن أنا مش فاهم قدي إيه أبان إن أنا بسيط وغير متكلف تماما اللي هو زي ما نقولك يا بالبلدي سايب إيه دي شخص تلقائي يهلي على الله أنا آيل أي حاجة بفكر فيها بتطلع هنا على الثاني بالزبط وإيه حاجة بسمعها بقولها برضو بالزبط لأن فكرة الإيكيو عند الشخصية دي فكرة محدش يعني مش ملتفت لها قوي بمعنى فيه الممثل اللي هو الفاهم يعني إيه الممثل الفاهم مش فاهم دوره اللي هو دايما هو فاهم الأحداث وفاهم الشخصات اللي قدامه تلاقيه مثلا إنه هو مثلا بيقابل واحد شراني فتلاقيه في اللاوعي عنده مبين إنه هو في حتة أنا واخد بالي إن الشخص ده مش تمام ففي حذر ده غلط الأول إرجع للآيكيو بتاع الشخصية درجة زكاءها إيه زي مثلا ما فيه حد واعي إنه هو عنده الفراسة إنه هو يلقط مثلا إن فلان ده صادق أو كادب فيه ناس قمة في السزاجة وده مسهل عشان تيجي تطبقه وتبعد تماما عن ايدولوجيتك بقى وثقافتك وكلامنا كله ده صعب جدا فده كان بالنسبة لأكبر تحدي الممثل اللي خارج من جوه الأكاديمية اللي خارج من جوه المصرح بيختلف عادة عن أي ممثل تلك ده وجهة نظر أنا توافق عليها أو ترفودي بتاعتك بس ده وجهة نظر أنا وبالذات المصرحيين يعني بيبقوا عادة جبابرة عادة ولما كنات بتكلم في التليفون قلت لي أنا رحت حمام بلدي في منطقة من الأحياء بتاعتنا وعايشت الناس هناك وشفتهم بعناية أنت بتعمل كده عادة في أي دور يعني أنت بتحاول قدر الاستطاعة تعايش الشخصية والظروف طبعا الاختيار واحد معلش هارجع بس الاختيار واحد كنت زعيم إرهابي داعشي متطرف قاتل الاختيار أنا رحت بسأل في التصوير الراجل ده يتكلم إزاي يقول ليه يتكلم عرايشي أوكي أجيب اللهجة العرايشي أتفرج على فيديوهات ليها لهجة غير مفهومة عن اللغة الشامية آه تمام بعد كده قلت هو الراجل ده المربع الجغرافي بتاعه إيه قالوا لي على شريط الحدود بتاع آه رفح أوكي تمام ماشي بعد شوية اكتشفت أن فيه عندنا كنز في المنطقة دي فيه ناس اسمهم بدون بدون جنسية بدون اسم بدون هوية بدون أي شيء ده بيبقى مشترك ما بين البلدين يعني أنت ما تعرفش تحددهو من البلد دي أو من البلد دي فهو عشان كده أنا أصريت إن أنا أعمله باللهجة الشامية اللهجة الشامية بقى المفاجأة في الاختيار إن ما كانش لها مصح لها ولي خالص لا اللي موجود عريشي بس أوكي روح تعامل إيه بقى بالضبط أجيب آه فيديوهات تمام أسمع أنقح الورق عندي أسجل وأسمع وأبعث لي ناس شوام آه تمام صححني ولا لا آه في حد يقولي السرعة آه لا آه بالراحة شوية بعد كده أخد بالي من البادي لانجوتش الشامي بمعنى كل بلد سبحان الله لها بادي لانجوتش الله الطليان طبعا عندهم بادي لانجوتش آه طبعا طوله تمام والحاجات دي عندهم بالإيد يعني إحنا الشعب المشترك معنا في أوروبا إن هو بيستخدم إيده الطليان إحنا هو الطليان الهنود آه الراس آه التراكو عندهم برضو صنع في الراس وبعض الحاجات يعني تحس إنها كوم مما بيننا فالحاجات دي لازم أخد بالي منها كويس قوي عشانا بقى مقنع فالفكرة بقى كلها المذاكرة نفسها إن لازم الواحد فعلا كل ما دور وكل ما تعب كل ما ربنا كرم الله أكبر ماشاء الله فهو فعليا بجد هو الموضوع آه كالآتي هو أنا عايز أعمل إيه من الدور عايز أقولك كلمتين حلو خلاص ولا عايز أدور فهي الفكرة كلها إن انت كل ما دورته وبحست وذاكرت مذاكرة كأنه عندي امتحان عمال كل يوم أذاكر حاجة وروح بقى امتحم بقى نتيجة الامتحان على قد ما انت اجتهدت وذكرت كان عندك كم مشهد في الحشاشين آه غالبا آه أربعين أو خمسين وعملت كل المجهود ده آه علشان الخمسين مشهد من ضمن تلاتين حلقة هو الفكرة كلها إن المجهود مش فكرة كده أنا عندي مثلا بالنسبة مثلا لحد مثلا عنده متين مشهد أو تلتمائة مشهد أو أيا كان الفكرة كلها أنا عايز أطلع يعمل إزاي صح ما الفكرة برضو حتى يعني وانت اختطفت الناس كلها طبعا وده أكيد وصلها الحمد لله اللهم ما هو ربنا فعلا بجد ما فيش حد بيتعف حاجة وبيخلص فيها غير لما بيديله صح فده أنا بجد السعادة كلها عندي إن فعليا ربنا رزعني بحاجتين الحمد لله اللهم لك الحمد الفكرة المذاكرة وحبي للمذاكرة مش عايز أنا من الناس أحلامي بسيطة أنا مش عايز أبقى نجد أنا بحب أمثل بس بس أمثل على مصرح أمثل في فيديو فيجين سيما أي حاجة مشروع تخرج أنا بمثل بمثل أنا مليش علاقة أنا بحب أمثل ليه في طاقة الطاقة دي ربنا مدهالي تمام الطاقة دي أنا عايز أخرجها الطاقة الإبداعية دي لما بتخرجش من ممثل تتعب تتعب بتبقى يعني أكتر الناس اللي فعليا يعني مثلا أنا كنت بعمل قبل كبه مصرحية أفراح الأوب كان كان فيه مشهد المشهد ده فضل بعد المصرحية فترة مأثر عندي على عصب العين من نرف لأنه هو كان مفروض أنه هو في المشهد ده فيه تحولات كتيرة يعني بالزبط في حوالي 12 دقيقة ببدأ 60 سنة بنزل لعمر 30 سنة بنزل لعمر 16 بنزل لعمر 10 سنين وبرد 60 سنة تاني يا نهار مجهود العشر ده دول بالنسبة للمتفرج هم عشر ده بالنسبة لي عشر ساعات عشر ساعات لنها بخرج كل مية فهي الفكرة كلها انت مخلص لحد فين فالحمد لله ملك الحمد دي نقطة النقطة التانية ورزقي بجد لربنا بعتصولي دكتور بيتر ميمي رزقي ليه هو ليه كل الناس بتحدي بيتر ميمي بص انا قابلت بيتر ميمي تلات مرات منهم مرتين في الحوار الوطني هو شخص فعلا طيبة مجردة ولطف مجرد وبسيط فعلا طيب لطيف بشكل مجرد وكامل بس اقولت طيب يمكن انا برضو طيب ولا حاجة فحبيت الراجل يعني لكن انا ما شفت حد الا وشكر في بيتر ربنا بعتقولي ليه بقى انا وصلت لمرحلة انا قابل الاختيار واحد اه اكلمك بمتالي الصراحة ارجوه انا منقطع تماما عن شغل الميديا يست احلى احلى انا اشتغل ايه انا عايز امسل هروح امسل مسرح اه اه هاخرج حاجة اعمل اي حاجة اطلع فن ده في اي حاجة ها وربنا بيبعد فلوس الحمد لله وبعرف عايش مش محتاج مش عايز اه كاستن ديريتر بتاع دكتور بيتر اسم ابراهيم فارغ اتصل بها في كلابش ثلاثة ونسايتها بعمل يعني فيلم مهرجانات فولتول لا مش فاضي طب انت بكرة اتروح تصور اتقول له مش عايز معلش يا ابراهيم نخليها في حاجة تانية اتصل بها ساعة الاختيار كان داخلة رمضان مه وانا فعليا بجد اللي هو فكرة ايه اه عندي طاقة انه ما بعملش ساعتها مصرح داخنية على رمضان فالمصرح قفل تمام مفيش حاجة بنعملها ميش فيلا بينا تمام فروحت وابتديت هناك وبشتغل والله العظيم مش باصص لفكرة هو ايه اللي ممكن يجي من الدور اللهم لك الحمد دوري خلص اتصل بي قال انت بخلصتش لسه انا عايزك تاني انت معي انت معي والثقة دي عنده فكرة فيه ممثلين كتير كويس جدا يعني زودتوا مشاهد اه زودنا على السيناريو ايو تاتشود ما شاء الله فهو الفكرة لا الحمد لله المشهد الفركش بتاع اختيار واحد لعبد الله ما شاء الله فهو الفكرة كلها في حتة ان حد يبقى سابورت ليك في الزمن ده صعب قوي فده رزق من عند ربنا طبعا ما يعني بجد فعليا الحمد لله الحمد لله ده كرم ربنا لحد بيحب الشغلان ايو ان ربنا اعترك ولا ده الحلال في السكة طول ما انت ماشي تلقى لاب حلال الحمد لله وفي المطلق يعني مش عايزين منك حاجة لا ما عايزين يوقفوا معاك الحمد لله والفكرة كلها التعامل بسيط فكرة انه هو رجل صريح جدا وانا بستأمنه جدا ع نفسي اروح له بعد المشهد بعد ما خلصناه خلاص حلو ولا نعمله تاني يا ابن الحلال حلو بجد قال لي عارف لنه هو فعليا ما بيسبش تفصيلة صغيرة او كبيرة انت عاود تصعبها على نفسك وهو بيقولك المسألة احنا ماشيين تماما ما هو فكرة التحمل المسئولية ده ده حد بيصخ فيك ده صعبة يعني تخيل انت مثلا اديت كل حاجة عندك لإدارة شخص وشخص فعلا بتحبه جدا فالشخص ده هو عمل ازاي على الامانة دي فالامانة دي يا ام يفرط فيها يهملها يا ام يبقى الده اصلا بيبقى ساعات فيه مخرج بيبقى ممتاز طبعا بس هو صعب طبعا ويعيدك عشرون مئة مرة يقولك انا ارخص حاجة عندي الخام هنعيد هنعيد والوقت معانا وهنعيد لحد النور اللي في مخي ده والله مفيش اي مشاكل بس هو فعليا بجد فجرة السابورت نفسها ان مثلا دور الصهبان ده لو اتكلمنا من ناحية انت جاية بحت مايجي في اسم يعمله دور لطيف يجي كوميديان ليه اسمه يعمله يبقى تحط حد ايه زيادة في الكرو ده زود الكرو ايه نجوم فهو فكرة الريسك بتاع الشباب ده وفكرة ان عايز حد يعمل الدور ده دي ثقة انا شفت صهبان مش دور يعملوا اي كوميديان ولا حاجة خالص لانه صهبان عنده فلسفته ده وجهت نظره وانا بتفرج وفلسفته احا مش قولك صهبان فلسفته زي فلسفة عمر الخيام هو عنده فلسفته لانه دقيقيا كل بني ادم وليه فلسفة طبعا بس صهبان عنده فلسفة لكن هو مش متكلف هو فلسفته واضحة سهلة بسيطة معلنة انا كل اللي هسمعه هقوله وانا مش قصد زي ما ارشد كده عن انه ايه الحق ده زوج الحسن الصباح موجودة عنده عمر الخيام في البيت ومستخباية عنده واي حاجة هو عاوز يقولها بيروح قيله ومش شغل دماغه بالنتيجة هتبقى ايه فهي دي فلسفة ودي مش فلسفة مش دوري يعملو اي كوميديان لانه فيه كوميديان مضحكاتي وفيه كوميديان عارف هو بيعمل حاجة ازاي انها مش بغرض الكوميديا وفيه بشاهد مش كوميدي خالص طبعا طبعا فيه مشاهد مش كوميدي خالص يعني مثلا فيه المشهد اللي انا كنت اول مرة ارى السيناريو باتحك باتحك ليه بقى انا متخيل منظري بالشعر بالقرعى والكلام ده كله وانا بقول كلام حب وحبيت واحدة والكلام ده كله ايه فعمل وانا بقى ركلا اعملات حك اللي هو انا لا لا مش بصدق ان الشكل ده يبقى عنده مشاعر فقعدت ازاكر في المشهد ده كتير جدا فكرة ايه يعني مثلا الاول بسزاجة شديدة جدا وانا بزاكر في اول مزاكرتي المشهد ده كان في حلقة 14 قلت هو لازم يعيط ده لما اول مرة يقابل عمر الخيام لما دعا يقعد على ترابسته لأ ده ماشي في حلقة 13 حلقة 14 دي هو بيحكي له عن قصة حب قصة الحب اه فهو الفكرة كلها ان هو انا اول حاجة سألتها نفسي هو مرة على الحدث ده ده فالحزن درجات زي وزي اللون صح يعني فيه اقصى اقصى ده اللي هو ساعة الحدث اللي هو مثلا اللي هو ايه الحاجة دي اللي لسه حصلة دلوقتي غير لما بعد شهور غير بعد سنين فده اللي هيفرق فهو فعليا بجد فكرة ان انا اتعامل مع الدور مش فكرة ان انا عايز ارمي افات يعني بص انا مش بسيبك عيني رايحة عليك انت والله بجدل انه وانت قاعد عمال بتتكلم فانت عينيك قاعدة بتتكلم كمان يعني هو ده مشهد ده تعارف فيه مشهدين بالنسبة لي كانوا لفتين برضو مشهد اللافتة جدا لك في الحش انت حديدا يعني فيه مشهد وانت بتتكلم ان انت كل اسبوع بتقرر تبقى ملك هو ده هو ده هو ده فانه انا كل يوم باكل قليل واصرف قليل واجي اخر الاسبوع اشتري كل الاكل وكل الشرب اللي انا عايزه وعيش ملك ده مشهد ممكن الناس تشوفوا ضحك انا شايفه في منتهى العمق الانساني الشخص اللي خد قراري حقق حلمه ولو بضع ساعات كل اسبوع بالزبط فده بني ادم قرر ما يتكسرش خالص قدام الدنيا هعمل اللي انا عايزه حتى لو الدنيا قليلة يعني وديقة مثلا هعمل اللي انا عايزه وهعيش عيش تلملو الطبيعة المصرية الخالصة وماشى قد انا متأكد وحتى كنت بقولك قبل ما ندخل انا متأكد ده مش في السكريبت كان فيه ماشى ان انت مع عمر الخيام وعنين عنده في البيت وماشى عايف قالك ايه فانت قفلت منه قلت له بص انا ماش عايز قعدتك دي وروح تواخد بعضك وقايم متجه اللي باب الخروج وروح تلافف هدي وروح تواخد تفاح ازن واخد اطمع وماشي ده استحالك كان في السكريبت ده فتاعك لا لا فيه بعض الافات كده مزودها دي الاضافة اه هي الموضوع كله بتنور معايا والله زي ما بشوف الكاركتر ماشى زي عامل ازاي قلت لسا اقولك لانه ده جزء من تركيبة الشخصية دي زي ما فعلا الداين اللي هو فعلا بنا اللي هو ان لقيت فيه لاين كده اللي عيبت عليه اللي هو كل مشاهد عمر مهموم هم العلم دايما وانا واحد دماغي مفاجر حاجتين او ثلاثة فكل ما يابدني يقولي انا حزينة صاحبان انا زعلانة صاحبان الليلة فانفي ما شاب بقوله الليلة 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 بس فلا هو يعني انت كل يوم فهو فعلا سبحان الله الاستاذ عبر رحيم كمال كاتب فكرة ان الهم بتاع العلم هم كبير هم كبير جدا وتساؤلات وتحديدا ان عمر الخيام فيلسوف فعنده الشوزوفرينيا العلمية ما بين الانسان والفكر اللي هو يعني ايه ده فهو انا لقيت ده متحقق فطبعا وجود صاحبان في اللحظة دي اللي هو مكان المتفرج العادي اللي هو لازم افسر هو تقصد ايه يعني ايه فباخد البسيط من الامور وهو حتى الفكرة كلها في ايه هو حب عمر الخيام من صاحبان بيفكروا انه هو الحياة بسيطة هم ده تجرد انساني بالزرط راجل مش عايز من الدنيا غريومه بالزرط بس الحياة بسيطة عايز يبقى مبسوط وزيد انه هو فعليا مرايته صاحبان دبش ما بيجملش الحاجات يعني عمر الخيام او الناس دي وليكن انه هو مسلا حد مشهور في هذا الزمن فهو مش عايز حد يقعد معاه متملق اه او يقوله يا استاذي او يا معلمي او مش عايز حد من ده عايز حد يقوله الحقيقة فصاحبان كده انت مبيوش من وراجل المشاكل طول الوقت يقوله كده بالزبط انا مفيش يوم عد علامة معاك غرب مصيبة بالزبط فهو فعليا اللاين ده انساني جدا انا بقى والله العظيم ولا كنت اتوقع خالص كل هذا النجاح الحمد لله اللهم لك العالم الحمد لله الحمد لله لانه قول لانه يكمل لانه بالنسبة لي شغلانا شغل اه الفكرة ان انت بتروح تشغلك تخلص وترجع بيتك بس فانا بالنسبة لي ده شغلي ده العادي ده الطبيعي يعني الفكرة بقى ان يجي مراهزة النجاح انا حتى والله انا عالسوشيال ميديا ما بعرفش ارد قوي ربنا يخليك الحمد لله شكرا والله يقولك ما تردش والله لا بس يعني بكيسي في ان انا لا يحد كتب لي حاجة فلازم ارد عليه او على الاقل مسلا ان انا اعمل عليها مسلا لايك او كرامنا اه ما بعرفش ما عنديش الكياسة الاجتماعية اللي يبعت ان انا ارد على الناس ان انا بالنسبة لي ده شغلي اه ده شغل انتي يعني انا مش باجي للمحاسب مسلا اللي بيقفل الاخر الميزانية تا اخر السنة بقوله ربنا خليك الميزانية زي اللي تسلم ييدك اه هو بالنسبة الرجل هيستغربك طبعا يعني ده شغلي ده انا عمل لك شغل مزبوط اه حاجة مسلا انا اقول ليوسف الحسيني الحلقة ومخارج الفاظك والحوارة عملته بتحس ان هو ايه حاجة غريبة اه ده شغلي انا لو حد يعني انا مابدقيا من الناس اللي بحبش اتفرج على نفسي خالص خالص انا بدايقني يعني معنى ده حقيق لا او الله وبعدين في نفس الوقت لو حد قسنع علي اي سنة انا بنكره فورا يعني مش مسلا ابقى مكسور لا انا بنكره اقول له لا لا خالص لا خالص يعني ايه لا خالص لا انت مسلا ده عملت كذا 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 وده كان لا ولا خالص عادي شكرا شكرا بس ده كتير علي انا ما عملتش حاجة يعني شكرا اه ولو حد هاجمني بروح داحك اللي هو طب ليه اه يعني كذا 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 طيب ماشي يعني ما باخدش ده برميه في البحر برضو بقعد افكر فيه بالذات لو حد وجه لي انتقاط بس يكون موضوعي الناس بقى اللي بتخش تخبط عمالها يعني تمام ميت فول يعني يعني العيشة بتاعتي من ساعة مسلسة ردالي اقسم لك بلا ما تغيرت القهوة قادة القهوة القهوة البسيطة بعض مع مع اصحابي عليها تمام اه حاجة الله عظيم ولاقي مثلا الناس تقولي انت ما عملتش فوتو سيشن لازم تعمل فوتو سيشن اه اتصور بقى وكده فقليل جدا ما الحاجات دي اغلس حاجة الفوتو سيشن اه الله العظيم شيء سخيف سخيف اوقف وانت عامل كده طب طب ابتسم مش عقا ممكن نزود لابتسمة شوية يعني ايه ازود لابتسمة يا جماعة طب هقولك على حاجة انا انا قد كده انا اللي بحب اتصور ولا حب اقف قدام فهتشاءل علي القدير ان انا يبقى شغلانتي ان انا عاد قدامك منه فانا ابتسم لما يكون فعلا اللي قدامي انا حب ووفا بابتسم ده حقيقي غير كده انا جهم ايو وتلقيني ماشي في الشارع مجهم مسايق مجهم انا قلقتي كده اللي هو سبحان الله يعني مهارة يعني اسأل ربنا يعني ان انا كتسبها في يوم من الايام فكرة ان انا بقى ايه اللي هو يعني اللي هو بقى فاكك اللي هو بقى عارف انت اللي هو ايه اه لأ انا لازم عيش عيشت الممثل شوية لازم اخس بقى واظبط الدنيا كده وكل شوية صور ومش عارف ايه ما بعرفش ما بعرفش عامل كده اصلو مش عارف انا اظن اظن الجوهر بتاع شخصيتك في مقابل انك تضفي عليها حاجات مش بتاعتك تبوز ده حقيق ده حقيق فما بلاك بالموثل يعني اذا كان احنا شغلانتنا في الناقص احنا بتقول كلام حقيقي واقعي وابتاعه وكلام من ده واخبار ومناقشات وحاجات دمية تقيل جدا انتو بتمثلوا فلو انت فقدت جوهرك ايبا انا مش هحبك لا وبجد الفكرة كلها مسلا ايه يعني المواضيع مسلا ما زي المواضيع مسلا اللي بتتناقش عامة في فكرة اللي هو ايه يعني مسلا بلاقي ساعات ان الحياة مجعلاصة يعني انا ساعات بحب مسلا انا واصحابي مسلا نروح مسلا نقعد نتفرج على مسرحية نقعد نتكلم بعد ما نتفرج عليها وكده والممثل ده عمل ايه ومش عارف ايه وكام ده ومجموعة يعني مجموعة مختلفة تماما يعني اصحابي كتير جدا اه الحمدلله وفكرة بقى ان احنا بنقعد نتكلم في الحاجات الثقافية دي التقيلة اوي دي ونشوف بقى هاي فكرة يعني الموضوع ممكن يتعمق بقى وطبعا انت عارف العدم المصري لاننا في الخناء لازم في المناشة لازم بفيه شوات خناء ايه وابقى كان صفيه خلاص ما كنت شقصه بقى انت بقى شعب ليه فاللوه فعليا بجد انا يعني مثلا ثقافية ثقافية هل الفين اربعة وعشرين باللي احنا شايفينه على السوشيال الميديا بقى سواء فيسبوك تيك توك الكلام ده كله والزوق العام هل مثلا الحاششين ينفع يتعمل باللغة العربية الفصحى لا لو مثلا الفين وخمسة اربعة اقولك اهو انت عارف انا انا يعني لو لو سمحت لي ان انا اقول راهي لا تفضل طبعا انا لو من خمسين سنة ما يتعمل عمية وفينا الازمة انا مش شايف ان فيه ازمة يعني انا ليه اسيرة العربية الفصحى طول الوقت مثلا الحاششية هو كان بيدور فين الحاششين ده ايران ايران بيكلمه عربي لا بس خلاص للملغة فريسية المرة جان شاء الله بقى لما نبقى ننتجل الحاششين لجزء التانى هنبقى نعمله بالفرسى عشان الناس تبطل رغى عمال على بطل الناس بيتم استيامها وتتحط الفخ وعدو يتناقشوا وهم مش مستوعبين ان هم فريسة يعني لا جماعة هو مش لازم اعمله بالعربي هو كينجدوم وف هافن اتعمل بالعربي لا ليه عشان هو فيلم امريكاني وانا مثلت بالمصري انا عايز امثل بالمصري يا عم انت شريكي لا ما هو ما هو المواضرة دي هتفضل ما هو ده لازم المثقفين يفرق كويس قوي ما بين الحاجة الديكومنتري والحاجة الارتستيك والحششين ليس وثيقة تاريخية ده عنوانه كده ابطال واباطيل من وحي التاريخ عبدالرحيم ما كتبش قال وتلك هي القصة الحقيقية التي لا تقبل نقاشا ولا تأميل لا لا خالص خالص ابطال واباطيل من وحي التاريخ عايز اعرف اي شخصية ادور عالكتب بتاعتها والمراجع والكلام ده كل عايز ايه مثلا مثلا شخصية حمزة ابن عبدالمطلق انا اتفرج على الرسالة ده موضوع وان انا اقرى عنها ده موضوع طبعا مثلا ناس كتيرة صلاح الدين الايوبي اللي احنا اتفرجنا عليه ناصر صلاح الدين لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتاريخ ولا كان في حد اسمه عيسى العوام مفيش كلام ده فاللي هو فعليا بجد هو المطلوب ايه يا جماعة بس عشان نبقى فاهمين ان السوابت انا دلوقتي مثلا بدرس بدرس مثلا مادة وليكن المادة دي مثلا اسمها القاء حلو هتفرج على افلام ولا اقرى قصية شاعر طبعا طب انا دلوقتي يعني المفروض ان انا ان انا قاعد قدام استاذ مثلا او دكتور هو اللي يعلمني الالقاء ولا اتفرج على الناس بتلقي اتعلم اتعلم وهاخد الحاجات من مصدرها بمعنى ان انا مثلا مثلا ودي حاجة فجئت انا بحب الشاعر حلو لما باجي ساعات دلوقتي ادور على السوشيال ميديا على قصيدة بلاقي في قصيدة لعبين فيها بتاعت شعر ادام اه بسواء بيرام التونسي بقى او صلاح جهين عبد الرحمن الابنودي احمد فؤاد نجم لعبين في القصيد دي مش القصيدة اللي موجودة في الدول لك انت تخيل اللي هو بقى دلوقتي يا سلام يلا بينا نشوف لأ الموضوع مش كده ابحث يا باشا ودور وعندك مكاتب يعني انا من زمان جدا فيه عندك انز اسمه دار الوصائق اللي هو على كورنيش ده الله الله اروح هناك اركب انزل قدامه ادور على الكتاب اللي انا عايزه اصوره اتفضل شكرا سلام عليكم بص احنا احنا بنختم ده خينة هارجع عشان مناقشة دي لأ هو الناس لازم بقى تروح تجيب النسخة والطبعة الاولى اين استطاع بستادية لاخدار الوصائق وممم للدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي طبعا وهنا بقى هيكتشفوا قصص حول الشعر الجاهلي تتفق معها وتتفقش معها تحبها ما تحبهاش هي اثار زوبعة في العشرينيات اه في وش الدكتور طه حسين نفسه اها لكن الرجل الحقيقة ما تراجعش يعني بالمناسبة خالص لا لا ده الدكتور طه حسين يعني محمد أنا عايز أقول لك أن أنا مبسوط جدا أن احنا تقابلنا ده بجد وده انبساطي يطغى على انبساطي التاني بالأداء الرائع والمزل والانبساط الموازي ليه هو أن انت اكتشاف مش بس بقى ممثل مفتري زي بكيته قولك في التليفون انت اكتشاف رائع رائع حقيقي نورتني وشرفتني وأتمنى بجد أن احنا كنا نقعد أطول من كده يجي عشر ساعات نقعد نتكلم وندردش ونجيب في سيرة المصرح والسينما ونتكلم عن مش بس الأعمال بتاعتك نتكلم بشكل عام على الحركة الفنية في مصر هيجي وقتها وهنقعد وهيبقى قريب برضو يعني عشان أنا مهتم جدا بدا نورت وشرفت بجد ألف من يوم مبروك على النجاح في الحشاشين كل الأمنيات والله العظيم أنه ربان يوفقك في المطلق وزي ما كنا بنقول قبل ما نبدأ نقعد مع بعض دلوقتي ما تخليش حد يقطرك أملا حاضر حددوك أيوة وانت هو دور صهبان دحقل ويلا بقى نكملك لا 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 سبوني أنطلق دعوني نورت وشرفت ربنا يخليك وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة طبعا محمد يوسف واحد من الناس الأكثر تقلقا الحقيقة في رمضان عشرين أربعة وعشرين وبقولك مش بس في الدرامة المصرية في الدرامة العربية أنا هو أنا هو وانت وهو لو ما شفتوه ملء السمع والبصر عالميا مش بس مصريا وعربيا اللي بنا يا ربي وفقه وشكرا جدا لحضراتكم ولو كان لدى العمر هنقابلكم شاء الله في الحلقة الجاية وبرنامجكم التسعة سلامات